نبدي محاضرتنا بسم الله الرحمن الرحيم اول شي نبدأ بتشغيل برنامج الاميليتر الات86 حتى ناخد اجزامبل جديد ان شاء الله لهذا اليوم بعد ما نشغل البرنامج تظهر عندنا الرسالة الترحيبية هذه اللي امامنا بيها مختصرات قوائم مختصرة قائمة نيو قائمة الكود اجزامبلز نقود الستار ترطوريالز وعدنا رسل فايلز نجع على الكود اجزامبلز نشوف عدنا هنا بعض الاكزامبلز الموجودة واذا ردنا نطلع على الاكزامبلز اكثر راح تشوفون هنا موجود بالاسفل مكتوب مور اجزامبلز بس احنا المثال اللي نريد نراوي الكوميه اليوم هو موجود هنا ليد ديس بلاي تيست واضح شباب تسمعوني نعم دكتور تمام فهذا الاكزامبل راح نشوف اليوم اسمه ليد ديس بلاي تيست تضغط عليه راح يتحمل البرنامج اللي هو الهيكس فايل اللي امامك هذا هو عبارة عن الاكزامبل بسيط راح نتعرف من خلاله على بعض الاعازات الجديدة الخاصة بلغة التجميع للمعالج الاي تي سيكس شباب هذا البرنامج بتكون من مجموعة من الاسطور هذا اللي في البداية هي كومينز لاحظ هذا الاكزامبل مكتوب هنا هذا الاكزامبل شوز هاو هذا الرقم اللي هنان عدنا طلع من عملية رياضية هي 2.16 من رفع الرقم هذا 2.16 زيان يطلع عنا رقم 65536 هذا الرقم طبعا يمثل العناوين المختلفة اللي ممكن نعنون بيها منافذ الاخراج او الادخال مالتنا السطر الثاني ايضا الكومنت اللي بي these ports are emulated in this file لاحظ هاذي البورتات اللي عناوينها مثل ما شفنا من الصفر الى ال 65 الف وكسر هاذي الاميليشن مالتها صار من خلال ما يسمى بالاميليتر 8086.io هذا هنان عدنا فولدر موجود داخل الفولدر اللي نصبنا بيه البرنامج مالتنا الى علاقة بمنافذ الادخال والاخراج والتعامل معها السطر الثالث للكومنت this technology allows to make external add-on devices يعني من خلال هاي التقنية انه نقدر نسوي ما يسمى بال virtual ports نقدر نضيف ديفايزز مثلا بالنسبة الاميليتر اللي احنا نستخدمه for emulator 8086 such as late discipline هاذ اللي اليوم رح نشوفه النوشور رح نقدر نعرض زين ارقام العشرية على light emitting diodes فممكن ناخذ مثلا ايضا الامي الآخر الى علاقة ما يسمى بالروبوت هذي منافذ اخراج او ادخال منقدر نخرج بيها come in اشتركوا في القناة 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 في هذا النوع من البرامج تمام إذن هذا السطر الثاني إلى علاقة بتحويل القيم إلى بايناري وأرسالها إلى منفذ الإخراج نجي على السطر الثالث الفعلي للبرامج مكتوب عليه name ومكتوب LED إحنا هذا البرنامج يعني الهكس فايل أو هذا البرنامج بلغة SMT إحنا نطيناه SMLED طبعا هذا الإعاز إحنا ممكن يعني نستغني عنه بس هذا حتى بالمستقبل واحد من يريد يريد يقرأ البرنامج يعرف من اسم البرنامج الوظيفة الخاصة به وهو عرض معلومات على Light Emitting Diode Zen Discipliner واضح يا شباب لحد الآن هاي ثلاثة أسطر اللي باللون الأسود هي تعليمات من كاتب البرنامج هذا المن إلى برنامج في السطر الأول تشغيل برنامج LED Discipline السطر الثاني التعامل مع هذا المنفذ على أنه منفذ يتقبل معلومات binary والسطر الثالث هو اسم للبرنامج اللي موجود بالأسفل شباب أول شي ننبه إلى شغلة هذه المنافذ الخاصة بالMicroController 8086 نقدر نرسل إليه بايت أو بايتين من المعلومات على شرط أنه إذا أنت عندك معلومة هي عبارة عن بايت واحد حتى تخرجها على منفذ لازم توضعها بالمسجل AL وإذا كانت المعلومة مالتك هي 2 bytes لازم تخرجها على المسجل AX يعني المعلومات اللي نخرجها أو ندخلها من منافذ الإدخال أو الإخراج هي حصرا 8 أو 16 إذا 8 byte يجب أن توضع بالأيلو وإذا هي 16 byte يجب أن توضع بالAX حصرا لا يجوز استخدام مسجل آخر غير المسجل AL أو AX هذه حصرا تمام أما العناوين الخاصة بمنافذ الإدخال اللي يجبنا ممكن تكون من الصفر إلى 65535 فالعناوين حجميا الحجم الأول للعنوان إنه يكون 8 byte إذا كان حجم الأنوان الخاص بالPort Maltec 8 byte فممكن تكتبه صراحة يعني شون السهنانة حاطين نحن عنوان المنفذ رقمه بالعشرين مية وتسعة وتسعين تقدر تحطها اعتيادي هنا مباشرة لكن الحجم مات العنوان ماتك إذا تجاوز 255 بالعشرين يجب أن تضع العنوان في المسجل DX المسجل شنوه DX يعني هذا المسجل DX تستخدمه إنه تضع العنوان فيه داخله وبعديا تتعامل مع العنوان الموجود داخل DX حصرا يعني إذا عنوانك كان 16 byte ما يصير تتبهنا مباشرة ما يتحمل هذا الإعاز أو يتحمل هنا بايت واحد فقط أو يتحمل وضع المسجل DX واضح يا شباب واضح ديب تفضل تمام يعني سأل يجي نعيد مرة ثانية إذا كانت المعلومة اللي أنت في تتخرجها هي ثمانية بايت يجب أن توضع في المسجل ALO أما إذا كانت المعلومة Maltec متكونة من 2 byte يجب أن توضع في المسجل AX إذا كان العنوان Maltec أقل من 255 تقدر توضعها مباشرة مثلا هذا العنوان 254 بالعجري تقدر توضعها مباشرة بالإعازمة الأول أما إذا كان عنوان Maltec فرضا كان يقول القيمة Maltec هو 2134 اللي هو أكثر من 255 فميست تكتبها هكذا وإنما لازم تكتبها بالشكل التالي إنه لازم يتحول العنوان داخل المسجل DX حتى يكون AX صحيح يعني المسجل ALO توضع بمعلومة 8 byte حتى تخرجها أو تدخلها المسجل AX تستخدمه ليوضع AX المعلومات اللي بتكون من 16 byte اللي يعاز Maltec إذا كان يستخدم بورتات عنوانها أقل من 255 يعني من الصفر إلى 255 تقدر توضعها مباشرة بالإعاز مال إخراج هذا الإعاز out هو إعاز الإخراج أما إذا كان إعاز مالتك أكثر من 255 ما يجوز تحطها مباشرة وإنما لازم توضع العنوان داخل المسجل HDX يصير غير مسجل لا ما يصير هذا شرط هاي الأمور شون نعرفها لو نيجي على الـ Help نيجي على الـ Documentation تمام نيجي على الـ Instruction Set نيجي على الإعاز out هذا هو الإعاز out أجي أشوف الـ Syntex يعني اختريقة الكتاب ما ليعاز شوف من أريد أخرج معلومة باستخدام ليعاز out زيان أكتب out بعدين أكتب immediate byte هذا الـ immediate byte يعني عنوان الـ Port اللي رح أخرج عليه المعلومة باش مكتب byte byte يعني 8 bit يعني شنو يعني عنوان من صفر إلى FF إذا بالـ Hex and Small أو من صفر إلى 255 زيان المسجل اللي رح أتعمل ويا اللي بيه المعلومة ماتي اللي هي خلي نقول المعلومة ماتي واحد بايت أكون وين واضحها داخل الأيلو زيان أو العنوان ماتي هم يكون بايت واحد نكتوب immediate byte immediate يعني تحط الرقم مباشرة ما العنوان ماتي الـ Port زيان فتحط العنوان ماتيك هنا هذا العنوان اللي تحطه هنا ممكن تكتبه بالعشري ممكن تكتبه بالبايناري ممكن تكتبه بالهكسا ديسيمال بس تراعي وضع الحرف المناسب يعني مثلا مثلا إذا حطيته بالعشري حط الرقم مباشرة كل شي لا تخليه بس إذا ردت العنوان ماتك بالكسا ديسيمال ضع بعد العنوان حرف H وإذا كتبت العنوان بالبايناري ضع بعد العنوان الحرف B حتي يبين النوع ماتي المعلومة اللي بخص العنوان تمام مثل ما قلنا هنا إذا عدك معلومة يتخرج هي عبارة عن 16 بيت فلازم أنت المعلومة سابقا خالها بالمسجل AX حتي تظهر على العنوان الخاص بالـ Port اللي أنت وضع عنوان هنا إذا كان العنوان مالتك متكون من 2 بيت ما يصير نخلي العنوان مباشرة وإنما العنوان لازم يكون وضعي داخل المسجل DX يعني هنا لحطينا العنوان والمعلومة ما تكتبانية بيت بالـ A-LOG أما إذا كان عندك المعلومة 16 بيت تحطها بالـ AX وتخرجها على الـ Port اللي عنوان أكثر من 255 معناته لازم أحطها داخل DX واضح؟ شوف بالحالتين هنا DX هذا عنوان أكبر من بايت وإذا كان بايت تكتبه مباشرة وإذا كانت المعلومة اللي تتخرجها هي واحد بايت بالـ A-LOG وإذا كان 60 بايت بالـ A-LOG وهنا أنا واضح دي يبينلك يقول لك الـ Output from A-LOG أو A-X يعني إذا 8 بيت هي بالـ A-LOG وإذا 16 بالـ A-X تمام؟ يقول لك هاي المعلومات دي موجودة بالمسجل A-LOG أو A-X سواء كان 8 أو 16 بيت يقول لك راح نخرجها على المنفذ اللي عنوانه بين الصفر و الخمسة وخمسين إذا كان أكثر من 255 لازم العنوان وين تخليه داخل المسجل B-X تمام؟ هنا مطيك مثال مثلاً أنا أريد أخرج هاي المعلومة صفر F-F-F-H هذه المعلومة أريد أخرجها على المنفذ اللي هو A-X دعني نحسب حجم المعلومة مال 2 نرى هنا F-F وبعدين F وبعدين 0 هاي المعلومة لو تلاحظها هي 2 بيت هاي المعلومة اللي أمامي هي 2 بيت شو العرفتها؟ الـ F الأولى 4 بالـ 3 والـ F الثانية 4 بالـ 3 تجد صارها 8 والـ F الثالث تجد صارت 12 والـ 0 اللي موجود هنا أنا صارت تجد 16 بيت إذا لازم هاي المعلومة دعني حضرها للإخراج الآن بعدين رح استخدم اللي أريد الآن العنوان مالتي 4 مالتي الـ 4 لذلك أحطها مباشرة هسا هذا هو 4 بالـ Binary لو بالـ X decimal لو بالـ 20 طبعاً أكيد مو بالـ Binary لأن Binary يستخدم الأرقام صفر واحد وممكن هاي تكون بالـ Hexa بسوال وممكن تكون بالـ 20 الـ 4 بلليش حطنا هنا 4 ليش ما رأي رقم مالتي هو المنفذ مالتك اسمه رقم 4 شوان أنت رقمت دار مالتكم العنوان مال بيتكم رقمت دار مثلاً 4 أو 9 أو 6 غير تتحط العنوان مالي المنفذ اللي أنت بالتصويم خليت هذا الرقم عليه هو المنفذ مالتنا حالياً عنوان 4 أجي أفكر هاي الأربعة هي بيت واحد ممكن أخليها لو 2 بيت الأربعة هي بين 0 وال 255 إذن أقدر أحطها مباشرة لأنه بيت واحد والمسجل اللي أريد أخرج معلومات اللي هو متكون 16 بيت هو AX إذا رح أخرج على العنوان اللي هو 4 شوف إعاز آخر موب للأيلو هاي القيمة شوف هاي القيمة هسه بالبايناري لو نجي نحسب 0 0 1 3 بتات نجي نسأل هل هذي أقل من 8 بيت يعني أقل من 1 بيت لو بيت وياي أقل من 1 بيت هي أقل من 1 المهم خلي نقول بيت بيت يعني هي بيت لو بيت يعني بيت واحد ثلاث بتات إذن هي بيت واحد بكتوب هنا مكتوب ثلاث بتات هنا موجود أدي إذن ما دام عندي ثلاث بتات زيان آني معناته إنه البيت الواحد يخفي زيان إذن هنا هاي القيمة ورح أخليها بالأيلو ليش لأن الإيلو يتحمل بيت وأني أصلا هنا عندي ثلاث بتات فقط البت الأول ثلاث زيان إيش بت يعني نشغل البت الثالث من المعلومة والبقية صفارة إذن في هذه حالة حولنا المعلومة اللي هي الواحد بايت مالتنا إلى وين إلى الإيلو ليش للإيلو لأن المعلومة بواحد بايت فما أحتاج لها الـ بعدين وراها راح أخرج الإيلو إلى وين إلى العنوان وهنا نبصت فالعنوان مالتنا حاليا هو الرقم سبعة ما دام العنوان أقل من ميتين وخمسة وخمسين معنات أقدر أكتب مباشرة واضح طبعا هنا هاي السبعة أنا أقدر أكتب سبعة أو ش أقدر أكتب أقدر أكتب سبعة أتش سبعة أتش أو سبعة نفس الشي يعني العشري وين لأرقام الأقل من تسعة يعني تسعة فمادون هي متشابهات ما لك برق بينهم هزيان هنا بالأسفل شباب كاتب لكم أسماء الفلاكس اللي تتأثر كاتب الكاري فلاك والزيرو فلاك والساين فلاك والأوفر والفلو والبارتي والأكزيلاري كاري هذا يقول لك أنتش البقية شيصر بهم تتأثر الفلاكس تمام هذا بالنسبة للمنافذ زيان وكيفية التعامل معاها الآن رح نرجع للأكزامبل مالتنا نجي على أول إعاز برمجي فعلي بالأكزامبل مالتنا لاحظ مكتوب موف اي اكس فارزة واحد اثنين ثلاثة اربعة طبعا خليني نمسح هذه وضعناهم حتى ريسة خطأ بالconfination العفو دكتور رح تارضع الشاشة اللي بين دبل كوتيشن ليد هذه لا مو احنا قلنا اي شي مكتوب بالأسود هذا أمر من المستخدم من اليوزر المن إلى برنامج الاميليتر تعليمات اللي مكتوب بالأزرق هاي هي الأوامر الخاصة بلغة تجميع اللي تتنفذ وتتحقق حسب ما مطلوب بالإعازات مالتك واضح؟ يعني هذن هل تلت إعازات الأولى هي إعازات إلى برنامج الاميليتر الأول يقول لها شغل البرنامج ماللد الثاني يقول لك المعلومات اللي رح ننطيك إياها تحولها بايناري تتعاملوا إياها ويا منفذ مال إخراج ماتنى الثالث هذا البرنامج اللي أمامك بدأ ننطي اسم اسم ليد اللي تسميه علي اللي تسميه محمد كيفك ما العلاقة أوكي فهذا خلينا نقول هاي الأسطر اللي بالأسفل هس رح نلزلها هي هي البرنامج هذا الفعل ما لاتنا هنا موجود واضح زيان إذا إحنا برنامجنا هذا هو أوكي أول إعاز إحنا المعلومة اللي عندنا أريد أطلع الرقم 1 2 3 4 على هاي الشاشة نجي نسأل هذا رقم 1 2 3 4 هذا بيا يعني خلينا نقول نظام رقمي مكتوب بالبايناري لو بالعشري لو بالهيبسا ديسيمال لو شنو بالأوكتل دكتور هذا بالأوكتل شوان عرفت بالأوكتل والأوكتل أو الهيكسا هنا عم دكتور ليل 1 2 3 لو مكتوب بالهيكسا شلو بالهيكسا شلون دا تعرفون تقوموا من أربع بالتات ما لا علاقة دكتور هاي أوكتل أو هكتسا ماكو أو يعني حدد لو هاي لو هاي بروح هذا الرقم اللي موجود أمامنا 2 أسار 2 أسار 16 دقيقة دقيقة ما لا علاقة شباب أنت من خلال خلي نقول الكاركترز المستخدمة بالرقم تقدر تعرف هذا النظام شنو هاي سأسألك هل هذا الرقم اللي موجود أمامك هو بالبايناري إيلو لا 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 ليش ليش لأنه واحد وصفر ذاكي ليش واحد وصفر ذاكي بالبايناري بس هذا النظام اللي أمامنا هل هو البايناري لا دكتور لأنه مو صفر واحد بالضبط لأنه الأرقام متجاوزة الصفر والواحد تمام معناته هذا لو أكتل لو عشري لو هكسا ديسيمال مو صحيح بس المو مو بايناري أوكي زيان إذا كان ما مكتوب أي حرف بعد الرقام يعني لا مكتوب هكس يعني حرف أج ولا مكتوب بايناري يعني بالبايناري ولا مكتوب أو يعني أوكتال معناته هذا النظام المكتوب بهذا الرقام هو نظام العشري شباب إذا ينكتب عندك رقم بدون ما ينكتب أي شيء ورا معناته هذا نظام ديسيمال العشري تمام ويايا يعني هكسا هنا مكتوب حرف ورا هذا الرقام لا إذا هو بيا نظام بالنظام العشري ويايا إذا لقيت حرف ه هنا يعني بيا نظام هذا مكتوب الهكسا بالهكسا إذا لقيت بيا يعني بايناري يعني بالبايناري بس طرعا كيد رح يطلع غلط لأن هاي الرموز مو رموز أرقام مستخدمة والبايناري اللي هي الاثنين والثلاث والأربعة يعني رح يطلع عدنا غلط وإذا كتبنا أو يعني أوكتل فاض بالنظام أوكتل تمام حسا نرجع مرة ثانية إذا كاتب موف أي أكس وكاتب لك هاي الأرقام بدون أي حرف راح يعني يا نظام احنا نستخدم decimal decimal تمام زيان هسا نجي نرجع هذا الرقم اللي هو 1234 هل هو أكثر من 255 لو أقل أكثر أكثر يعني بين 1234 أكثر من 255 لو أقل أكثر أكثر يعني أقدر أخلي الصفر إلى وين إلى 255 تمام راح خلي هنا طار زمان قوطة حتى ما يعتبر خطأ بالبرنامج اللي لو يتحمل أرقام بين الصفر وال 255 أنا عندي هذا الرقم 1234 ما يكفي أخلي بال A لذلك أين خلي نحن هنا أنا حاليا داخل AX المعلومة مالتي اللي 1 2 3 4 20 وين وضعت ها بال AX هس أرد أخرج على الشاشة هاي أرد أعرض هاي راح أسوي راح أقول لها Out أجي أسأل الشاشة أقول شنو عنوانج باع مكتوب port 199 موجود رقم ورا 199 لا لا ما موجود يعني هذا العنوان باع صيغة مكتوب بال 20 بال 20 معنات العنوان باع صيغة مكتوب بال 20 تمام إذن هذا الرقم اللي موجود أمامي 1 9 9 أو 199 هذا بال 20 أو هذا معنات هذا بالنظام العشري تمام 99 يعني أقل من 255 أقدر كتبه مباشرة لو لازم أخلي بال dx مباشرة إذن نكتبه مباشرة يعني العنوان هو بين الصفر وال 255 يعني واحد بايت يعني تقدر تكتبه مباشرة إذن كتبنا العنوان مباشرة والax اللي هو بالمعلومة رح نخرج على هذا المنفذ بالمناسبة شباب هذا المسي اللي هنا الax هذا معلومة تخرج على الديتاباس وهذا ال199 عنوان 8 bit يخرج على الادريس باس ولا أخرج مثلا معلومة 16 bit على الديتاباس 8 bit ولا أخرج معلومة 8 bit على الادريس باس 16 لا هذا بالبداية هذا الax هو معلومات زين عدنا السطر الأول وضعنا معلومة بالمسجل ax السطر الثاني نقلنا محتويات المسجل ax خرجناها على المنفذ اللي رقمه 199 لماذا نقول خرجنا المعلومة على المنفذ اللي رقمه 199 مهن مهنان اللي عاز out ديبين هذا الشي هنخرج معلومة من ax وين تروح من المنفذ اللي عنوانه 199 90 اللي عازيان اللي بعدها حنسوي نفس العملية ولكن هالمرة الرقم رح نخرج يختلف تمام 65535 أكثر دكتور لا هذا الرقم همية من خمسة سالب هذا خمسة آلاف تمام بس اكو بي اشارة سالب قبل هاي اشارة السالب احنا الرقم اللي كتبه هنان اذا كان اكبر من 65 الف فمن قدر نكتبه لانو الاي اكس ما يتحمل بس هذا رقم 5678 يعني اقل من 65 الف تمام اذا ممكن نوضع هاي الاشارة السالبة شلون نتعامل وياها هذا من يشوف الاشارة السالبة وضع بوحدة من الصيغ المعروفة يعني لو نستخدم البت اللي على جهة اليسار كبت اشارة نحط واحد اذا الرقم سالب ونحط صور هذا رقم موجب هاي طريقة الطريقة الثانية قبل ones complement يعني كل واحد نقلب صفر وكل صفر نقلب واحد طبعا بعد ما نحول الى binary والطريقة الثالثة نوضع الرقم بالصيغة اللي نسميها twos complement وهي الاكثر استخدامه هالاشياء دا اقول لك عليها انت لدوخ بيها هو برنامج الاميليتر هو يحير بهاي الامور ويحولها يعني تمين طريق رقم عشر سالب هو يوضع ها بوحدة من هاي الطرق الثلافة لو طريقة البت الايسر لو طريقة الones complement لو طريقة التوس complement اخذتوها هاي الطرق مصحيح بدراساتكم السابقة باللوجيك هنا طمام اذا هذي الارقام اللي هي بالاشارة السالمة تحول بواسطة واحد الان خرج المعلومات لا انت من تضطي المعلومة الماكرو بروسيسور انت الانسان يتعامل مع الارقام العشرية من تضطي ها للمعالج الدقيق للميكرو بروسيسور يحول الارقام العشرية الى ثنائية 0 1 موجود اشارة وموجود اشارة لانه هاي اللغة الوحيدة اللي يفهمها الميكرو بروسيسور اللي هي لغة الماكنة الاسممتلي language اللي هي شكل من اشكال لغة الماكنة اللي هي machine language فهاي الارقام السالبة شون يتعامل وياها فانت الone complement او two complement او البت الاخير الخاص بالإشارة هاي هي الطرق الثلاثة اللي عبر بيها المايكرو بروسيسور عن الارقام السالبة واضح فهذه هي الصيغة شو سرح احاول بعدين ورا ما انشغل البرنامج رح اراويك هذا البرنامج كيف يكتب داخل ذاكرة المعالج تمام كيف يتعامل وياها هسا بغض النظر عن هاي القيمة سالبة او موجبة هذا الرقم ما دام هو 6535 معناته ما اقدر اني يعني اخلي في بايت واحد وانما لازم اخلي باثنين بايت لانه اكثر من 255 فما يكفي الارقام اذا وين رح اخلي بال ax اذا ها المعلومة سواء كانت سالبة او موجبة لانه قيمت اكثر من 255 وين وضعت ها بال ax هس الان شا سوي المحتويات مات ax اخرج على نفس المنفذ يعني هذا رح يمسحها ويعرض بدلها هاي القيمة السالبة 5678 بدلها تمام رح يعرض على نفس العنوان غير قيمة معنات يمسح اللي قبلها رح يكون عندنا اليعاز الثالث والرابع يقدون نفس اليعاز الاول والثاني ولكن يخرجون ارقام تختلف عن الحالة الاولى تمام الان نجي لل اسطر هاي الثانية اللي باللون الاخضر هاي هي كومنت هنا اجد يقول external loop to write هنا رح يساوي external loop to write يعني شلو loop فتحلقة يخرج بيها معلومات المن الى المنفذ هذا نفس لرقمة 199 اجد يقول move صفر الى ax رح يخلي قيمة صفر داخل مسجل ax وعند هنا label بداية حلقة تكرارية رح يسويها شوف هنا عد لعاز out ax الى 199 نجي نسأل لعاز out شي سوي لعاز out شي سوي خرج المعلومات اللي المنفذ يخرج معلومات موجودة بال al او ax الى منفذ عنوانه وين هذا هو 199 هو العنوان والمعلومة المن يزيد ورا ما يخرج هاي المعلومة على المسجل بكتور مقدر نشال يزيد اكثر من واحد يعني مثلا 2 2 2 أو 3 3 2 لا هذا اللي عاز increment حصرا يزيد لك 1 1 1 تريد زايد 5 5 اكتب هنا عاد ax فارزة مثلا 0 5 حتى يزايد لك في كل مرة 5 تريد يزايد كل مرة 2 2 عاد ax فارزة 0 2 أو 2 بس ما يحتاج الصفر في هذا الحالة الععاز increment هو رح يزايد x يعني هناش رح نعرض رح نسوي كلمة العداد 0 1 2 3 4 لأحنا في كل مرة نزايد واحد وبعش مكتوب jump يعني اقفز إلى إيش هذا اللي اسم x1 اسم label يعني شنو label يعني اقفز إلى سطر مكتوب بداية x1 ووراها نقطين يسمو label كأنه عنوان بالبرنامج هذا اللي عاز jump يقفز إلى وين إلى الخلف أو يقفز إلى الامام وحسب x1 هذا وين ظهر هذا x1 يسمو label بلغة البرمجة من تخلي وتخلي نقطين معناتها هيفد نقطة بالبرنامج أنا أريد أتفز إليه فمن أقول x1 وين x1 هي يعني يوصل له لانا وراها من ينفذ شنفذ ينفذ out وين ينفذ زيادة بعد هم يوصل إلى إلى jump x1 هاي اللوب أكون كان يتنتهي لو دائما أنا يقفز ديكتور ما كن كان يتنتهي ما تنتهي هاي النوع من اللوب يسموها ال end less يعني غير قابلة للانتهاء endless ليس لها نهاية هذا الشيء بالبرمجة ما محبذ ليش يعني انت طببت البرنامج هس يعني طببت الكنترول او البروسيسر ما لتك في برنامج غير قابل للانهاء وهاي بالبرمجة تعتبر حالة خاطئ اما لم تضغط على إعاز نسمي control alt delete هذا يعاز يسمو انهاء زيان البرامج العاملة حاليا او يسمو active programs واضح يا حباب إذن هاي اللوب اللي تبدي ب label وبعدين عدنا اخراج واني كرمت هالإعازات تدنكر هاي out واني نكرمت وشنو الإعاز اللي يرجعني للبداية هو إعاز jump تمام هذا الإعاز بالأخير اسم alt مكتور شون ننهل لوب يا إعاز control يعني باوع الkeyboard مالتك مكتوب control وalt وdelete تضغط على control وبنفس الوقت على alt وبنفس الوقت على delete هال ثلاث أزرار يسموها بلغة البرمج يسموها control c نوبا تم تقدر تستخدمه control c يعني أيضا clear للمحتوى بالإستخدام pointer فيوقف البرنامج إذن أي برنامج عندك بالحاسبة هسا لو نضغط ما وسائل لحق control وalt وdelete راح يعني يسأل يا برنامج يتوقف لاحظ control وalt وdelete شوف مكتوب هنا task manager أجي ضغط عليه السر برنامج من هذن البرامج اللي أمامك يجي تطفيهم شوف هذا control alt وdelete يوديني يسموها الى task major يسمو مدير المهام شوف هالبرامج الشغالة أنا سيقدر على أي واحد يشر عليه وش يقول انهاء حتى يطفي بس أنا سمار يطفي أي برنامج حاليا تمام فهذا control alt لاحظ هنا نحن control c بس هنا ما صار عدي شي ليش ما ما احت اقترارية حتى اوقف control c اما يقوم بنفس العملية بس هذا control c يبحث احنا مشغليها او يبحث عن برامج زيان يعني من هاي البرامج اللي امامك اللي هي بال smp اللي احنا مشغليها هس خلي نسوي emulation ونشوف هذا البرنامج مالبته كيف يشتغل رح اضغط على emulate سو compilation وبعدي رح يحاول يشغل البرنامج مال افنه خلي نباوع البرنامج اول شي لاحظ البرنامج ما لاحظ هذا اول يعاز move ax 1234 احنا منكاكبين هذا الرقم وما ورا اي حرف معنا تبيان نظام العشري زيان الحاسبة او البروسيسور يتعامل مع النظام العشري لو رح يحول هذا الرقم الى الهكسا ديسمال ليش لانه الهكسا ديسمال هي صورة من صور البايناري بس هو شي يسوون كل اربع بيكتات بالبايناري يجمع يخلي على شكل رقم واحد بالهكسا ديسمال لذلك با bi الهكسا Covid ي걸 19 ثلاثة أربعة تمام شوف اللي بالأعلى هنان شمكتوب هيكس يعني شنو المقابل أربعة دي ثنين خلي أرجع للبرنامج مالتي شوف شمكتوب هنانا أربعة دي ثنين شفتو شباب بس هاي الثنين هي أربعة بتات وهاي دي أربعة بتات وهاي الأربعة هي أربعة بتات قبلها صفر فصارت هسة سبتعاش شغلة أخرى يحط صفر لاخ من عنده قبلها ليش يقول لك المعلومات اللي تكون موجودة عدي لازم تكون موصوفة بعشرين بت بيت واضح ليش عشرين بيت وانت المعلومة هذي قد تمثل عنوان واحدة العناوين عدنى داخل المايكرو بروسسر هاي نقصد ديها معلومة فهو يحولها انه الخانة الأخيرة منها ليضيف صفر قبله واضح يا شباب هسة هاد أول إعاز عرفنا منين إجيه إعاز موف وآي أكس ولكن الرقم واحدين ثلاثة أربعة حولها إلى أربعة دي ثلاثة بليكسات سيمال وكمل قبلها صفرين واضح؟ الإعاز اللي بعده يشوفوا اي اكس رح ينقلهم إلى صفر سي سبعة بليكسات سيمال هاذا شنوه لو تتذكرون هاذا العنوان مالتنى مالت البورت اللي هو المية وتسعة وتسعين نرجع لاحظوا هاذا عنوان مالت البورت اللي هي المية وتسعة وتسعين نمين حول على الـ x layup 189 اشوف إلى اي رقم رح يقر هنا لاحظوا حول هنا الى ايش؟ إلى السي سبعة تمام؟ إلى السي سبعة خليسر نرجع نتأكد لاحظ شو بسه هذا الرقم C7 تمام C7 حول 199 لا C7 نجيس على الإعازة الثالث Move AX عد هذا الرقم 0 E9 D2 نحن بالبرنامج ايش عندنا يا رقم ناقص 5678 يعني ناقص 5678 اشو حوله الى هذا الرقم هذا الرقم يعادل سالب 5678 بس ناوضع بيصيغة بصيغة الهكسا ديسيمال هم خلي نشوف بني انجر هذا الكلام نجي على الكونفيرتر نحط سالب 5678 خمسة ستة سبعة ثمانية تمام شو بس هذا الرقم اللي خليته آني زين بس ما أخذ الإشارة السالبة خلينشوف الإشارة السالبة يأخذها بدأ يأخذها بس هنا عندي كاركتر خليت الإشارة السالبة بس خلينشوف بجنبعدنا الرقم وأجي أقارن زين شوف ويا هذا الرقم اللي هناني 16 2 ما موجود نفسه معناته هذا شنو عندي تحويل زين وهذا التحويل ما قدرت آني أحصل الإشارة المناسبة مالتي واضح يعني هذا ما ينطينا التحويل مالتي الإشارات زين اللي يعني الأرقام السالبة معناته هذا يسألوا أجي على الكالكوليتر هذا لاحظ هنا رح أسحب للأسفل شوف الكالكوليتر ممكن يسألنا هاي الحسابات شوف ساني شعني شعدي إذا خلي فترقم اللي والسالب 5 6 7 8 شوف هذا الرقم اللي وضع أنا بس ضغطت انتر خلي نشوف هذا الرقم يشبه اللي عندنا شوف لاحظ 2 D زين بعدين لا عفوا نزيل السفل D D 9 وليش هذا الرقم أول 1 0 زين وخلي نحسب كم رقم عندنا عندنا هذا byte هاي أول رقم 1 بالكسل سمال هاي byte زين اللي هاي عفوا هنا أنا من أنا من F لأبد D هاي أربعة أرقام أخرى هاي الأربعة زين حول لي قلب لي كل 0 1 وكل 1 0 وبعدين ضاف لهم إيش وشباب تعرفون هذا الرقم اللي هو 5 6 7 8 ليش تحول إلى هاي الصيغة حاول تعرف جرب مرة هذا الرقم اللي أمامك هنا جرب لهذا الرقم اللي موزن أمامك تحاول لل binary تشوف يشبه حتشوف لا بعدين سوي لـ 1 complement كل صفر طلب 1 وكل 1 طلب 0 شوف يشبه لولا بعدين إذا ما كان يشبه إجمع إلى الرقم 1 يعني سوي 2 complement هالمرة وشوف يشبه لولا وإذا ما طلع يشبه بس مجرد حول هذا الرقم اللي بالعلى إلى binary وبدل فقط البت الأخير من 0 إلى 1 أو من 1 إلى صيغة مكتوبة هنا واضح طبعا هنا مكتوب بصيغة 2 complement رح تشوف أوكي حس عرفنا هذا الرقم من إجي هذا يعادل الرقم سالم 5678 وإن نقلناهم لل AX هس أن AX إذن ما نريد أخرجهم على المنفذ C7 أن يجد C7 اللي هو 199 باع الرقم هنا كفة بال 20 شوف هاي C7 بال X وال 199 X بال 20 واضح يا شباب بعد ورها نقلنا 0 إلى AX قلنا AX يتحمل 16 بيت إذا نحط هنا أربع خانات صفارة وال كومبايلر هو من يم ما يضيف الصفر اللي بالأخير هذا حتى يبين أنه معددية وبعد رح نخرج AX إلى 7 C بعد نزيد AX increment AX وبعد نجم إلى 0 D AX 1 AX 1 انا من قلت لجانب وبعدين قلت صفر دي ليش هاي الصفر دي يعني هنا موجودة زيان معنات الوين رح يقفز اذا قلنا صفر دي هاد طبعا الدي هي لا اي اللي هي العشرة ولا بي اللي هي دعش ولا سي الاثناش وانما هي الدي اللي يشغل تلتعش يعني رح يرجع الى الخلف بقدار ايش تلتعش موقع اوكي فهذا العنوان اللي رح نقفز الى في هذا الحالة اللي هو الاعاز اوت تمام هذا من يروح الى الاعاز ايش اوت هذا الاعاز اوت لو تشوفو انه عندنا مجموعة من الارقام لازم احنا نعرفها لاحظ هذا الاعاز اللي انا وكوفتها من الاعاز اوت شوف القيمة مالته مكتوب هنانا بالبداية صفر دي الانستركشن پوينتر هذا هو محتويات الانستركشن پوينتر شون انا عرفت هاي محتويات مع الانستركشن پوينتر اللي هو عنوان هذا الاعاز اللي هو الاي سبعة اللي هو يا اعاز يعاز الاوت يعني من خلال هذا الرقم اللي موجود هنانا هاي مينو حسب الصفر دي اللي هنا انا بالاعاز جامب هذا هو نفس الكمبيلر الخاص بلغة الاسمبلي اللي احنا دائما نسمي الاسمبلر شباب السا الان شرح نسوي راح نشغل البرنامج اعاز بعد اعاز خطوة خطوة ونشوف التنفيذ مالته كيف راح يصير هسا الان نرجع الى البرنامج مالته مرة ثانية لاحظ راح نجي الى بداية البرنامج راح نغلق اول شي بالبداية ونحاول نسوي مرة ثانية حتى نتأكد من اشتغال برنامج بالطريقة الصحيحة لاحظ السا البرنامج اللي موجود امامنا راح عبدي اول شي بالاعاز الاول اخذ سنجل ستيب لاحظ حولنا القيمة خزلنا القيمة 2D40 داخل المسجل AX بالاعاز موف لاحظ سوينا اعاز موف خزلنا هاي الرقم اللي هو بالعشر عادل 1234 خزنها وين داخل مسجل AX لاحظوا محتوىات الـ AX بعدين سرح نخرج المعلومة اللي هي الـ 1234 الى الى وين الى البورت اللي عنوانه C7 او العنوان 1234 خزنها وين داخل مسجل AX لاحظ المسجل AX بالبداية كان رقمه صفر اربعة ديكتنية من النفذ هذا اللي حاز شوفوا تغيرت قيمته 1234 خزنها وين داخل مسجل AX بالبداية كان رقمه صفر اربعة آخر لliche اربعة ديكتنية من النفذة 1234 خزنها ويدى المسجل AX بالبداية أكتنية من النفذة الان رح نرسل الرقم صفر الى المسجل AX وبعدين نخرج AX على البرد صفر C7 في هذا الحالة لاحظ السا وضعنا صفر داخل المسجل AX لاحظوا هنا وسرح اخرج الصفر على الشاشة رح اصفرها لاحظ السا صفرنا الشاشة الان رح ادخل في حلقة غير منتهية زيان اللي في كل مرة ازيد واحد واظهر على الشاشة شوفوا سا الى AX قيمة اشجاد صفر رح نضغط انكريمنت لاحظ شغلنا لعازم الانكريمنت اشجاد صارت قيمة الى AX زادت واحد مسرح شي سوي يظهرها اوين زيان على الشاشة زيان بعد قليل رح اشوفوا شون رح يظهرها لاحظ مسرح اظهرناها اوت مسرح يظل يزيد واحد ويظهر على الشاشة مسرح شي سوي يقفز الى الى اعاز اوت حتى يظهر الرقم الجديد اللي هو رقم اثنين لاحظ صار رقم اثنين بس لو اظل اني اضغط يزيد ويطلع الشاشة يزيد ويطلع الشاشة اربعة خمسة ستة سبعة وذا انطيرا مستمر لاحظ يقوموا يزيد واحد واحد بس بسبب السرعة العالية ما اللحق نشوفوا يزيد واحد واحد وانما دا يزيد بكمية يعني اثن ستة او سبعة يعني عملية سريعة لاحظ صارت قيمة الى ازيد شيء وطبعا بعد ما يتوقف الا نضغط ايش الا نضغط كونترول سي يلا ايش يتوقف في هاذ الحالة او انهم قل لي ستوب نضغط على هذا الزر اللي موجود بالاعلى هذا الزر ستوب شوف احنا وصلنا الى ثلاثمية وستين واضح لو اقول لها استمران يكملي زيد اقول لها ستوب شوفوا صارت ثلاثمية وتسعة وتسعين اوكي اربعمية واحد الى اخر واضح يا شباب هاذا برنامج اليوم تكتور بس ممكن من ينطلع هاذا البرنامج يعني منطلع حيش امثلة هاذا البرنامج هو يشتغل ذاتيا ليش لانه انت كاتب اول اعاز بالبرنامج لاحظ هاذا بالاعلى انت كاتب ستارت لات دي سبلي اي اكس اي هاذا مكتوب هو بالاكزامبل واذا انت ردت تشغل هاذا البرنامج اللي موجود هذا هو تقدر تجي على البي سي تجي على القرص تجي على الاميليتر الات اي تي سيكس هاذا البرنامج تجي على ديفايزيز تلك هاذا مكتوب لات دي سبلي وستعمل هنقر على دبل كليك سوف هيها تشتغل اوكي اذا اضغط مثلا مات ثرموميتر هاذا برنامج ثرموميتر هاذا برنامج ثرموميتر تشوف اسأله اسوي اوف توقفت هاي الشعلة مع النار وبدأ الحرارة تنخفض ضع الحرارة 17 16 15 اشغل ON بدأ الحرارة تتفع و هاي النار اشتغلت و هذا الرقم بدأ يزيد و هاي الحرارة بالبيناري بدأ تزيد اطفي رح تبدل حرارة تنخفض اقدر زيد سرعة الرياح زيان لذاك الحرارة تنخفض بسرعة اكبر وهكذا هذا ان شاء الله ناخذه في محاضرات قادمة ان شاء الله ويا شباب عرفتم منين هذا الطلع داخل ال PC لديك القرص C فولدر اميليتر 8086 داخل فولدر ديفايزيز تلقى هالبرامج تلقى كثيرة بعد ساعة ترافك لايت هذا همين عليك زامبول لترافك لايت عندك مثلا الروبوت هذا من عندك روبوت يتنقل زيان حسب الاتجاهات هذا شوف هالروبوت تقدر تنقله يمينا او يسارك حسب الاوامر اللي تلطيهم من البورت الخاص به واضح هاي برامج كثيرة ممكن نطلع عليها التاست تلقى العالية هذا هو البرنامج تسوي لعمل ثم يشتغل عدك البرنامج لاحظ ما صلح اول ما تشغل يطلع آخر رقم انت طعلا عده فهسا يسوي سيساو اول من يوصل للصفر نغلق البرنامج حتى يكون مصفر عندك من اغلق البرنامج على هذا الرقم اليوى الصفر من ارجع اشغل مرة ثانية يرجع على اخر قيمة ان تم خرجها ماذا يحتفظ بالقيمة الاخيرة تجعل مثال على ال LED Discipline Test من تقول لأميولايت باعث لا يطلق محتوى الصفر باوع محتوى الصفر من تبدأ اغلق البرنامج وشلو البرنامج الشمطقيا يبدى هو يحول عليها وتقدر ان تغير مثل البرنامج ولكن دعيك العنوان لا تقدر ان تغيره لانه هذا العنوان مكتوب داخل البرنامج مع اللغة السي اللى خاص بهذا البرنامج لا تقدر ان تغير ال 199 واضح؟ لكن تقدر ان تغير المحتوى التي تعرضها هنا هذا اللى عاز الاول بدل ما تغزن مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة تقدر تغزن اي رقم اخر وتقدر تشوف الاكراجات وتحط الرقام سالبة وتجرب الى اخره تمام؟ دكتور؟ نعم بس التحويل المال السالب وبوقت الانترنت كل يش ضعيف يعني نقطع تقدر بس اي رقم الرقم السالب يعني انت حط كفة مثال هسا خلي نجي على البرنامج مالتنا هذا نفسه خلي نحاول نتلع عبدي حتى نقدر نعرف هنا لا اكتب لك ناقص 5500 حتى نعرف شو نحوله قال لي اكتب لك ناقص واحد للسهولة ونجي ننفذ البرنامج حتى نجي نعرف نشوف هذا البرنامج ايش طلع عنا شوف الثاني وين باليعاز الاول وننفذ اليعاز الاول شوف هنا نلاحظ هذا اليعاز الثاني شوف الثاني وصلي لي عاز الثالث بس باوع لي الاي اكس هذا رقم القديم اللي هو واحد اثنين ثلاثة اربعة هسا من اقول له سنجل ستيب شوف الناقص واحد من وداها للأي اكس شخزنها عبارة عن اربع افات واضح خلي نحاول نعرف اش صار نجي نجي هسا هنا باوع انتش عندك سالب واحد وياي شباب تشوفون نعم دكتور اذا عندنا سالب واحد لا مرح اشرح هنا رح اشرح ببرنامج الورد حتى شوية قر اكبر الخط زين اخلي الخط ادي ثاني سالب واحد سالب واحد تمام يا شباب خلي شوف هاي السالب واحد شلون تنكتب لاحب اول شي خلي اقول هاي السالب واحد رح اخزنها بالأي اكس رح اخزنها وين بالأي اكس وحنزل ليجا وساطا نقدر نخزنها بالأي لو همين لأن نقدر نخزنها بالأي لو نعم لانو هذا الرقم اقل من ميتين وخمسة وخمسين فتقدر تخزنها بالأي لو همين ماكو مشكلة تمام دعوني نباوه هذا الرقم واحد هو سالب عندي طريقتين اول شي خليني اتفق المعلومة شقدت تريدوها ثمانية لو ستعاش دعوني نمشي على المثال مال اثنين ستعاش بيت راح احول الواحد الى بايناري شو راح اكتب واحد اثنين ثلاثة اربعة طراب 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 اكبر طراب اثر راح اقول واحد اثنين ثلاثة واحد شباب ماذا شو سوي تاني بني يقولي حولتا الى النظام البيناري رفيا هذا الرقم واحد سمعلك الى الاقل الاشارة فحفصلك هذا الرقم واحد من حوله للبايناري بس ادة ابي ابو 16 bit ماذا ينكتب ؟ ينكتبه بهذا الشكل هيا اربع خانات ايضا اكتفي بهذا الشكل لاني وصلت على كتبه بهذا الشكل و ايايه سأسألك الواحد هذا بيانظام بالعشرين حولته الى نظام بالبيناري الان هذا الرقم الواحد يشبه هذا الواحد الفوق له اكو اشارة سالبة اكو اشارة سالبة یا رح اخذ بنظر الاعتبار and اشارة سالبة شو بش رح اسوي رح اقلب هنا جوي كل صفر واحد وكل واحد صفر حتى اسوي ما يسمى TheonesComplement تذكرون TheonesComplement كل صفر تقلبه واحد وكل واحد شو تسوي تقلبه صفر تمام شو رح ال multa واحد 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 هل تشعدي بعد صفر لا واحد 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 شنوه صفر صفر الصفر صفر السنانة قلولي شسويت سويت الوانس زين كوبليمنت ويايا طبع هاي سويتاني الوانس كوبليمنت انا اش قلتلكم ذيتش الساعة المعلومات تغزن على طريقة شنية التوز كوبليمنت يعني لازم شسويل هذا الرقام بس اضيف واحد اضيف لواحد تمام راح شسوي اضيف لواحد تمام هسه راح اضيف لواحد راح شي يصير الله احبب الله اوكي هسه راح اضيف واحد بش راح يصير واحدات كله تمام واحدات كله واحدات كله تمام بعدين هنانه همين واحد 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 هكسه راح اضيف واحد شي يصير واحد تمام زين شباب اذا شفتوا شو صارت دي باهرة عدكم سطح المكتب نعم دكتور باهرة بس قلنا ناقص واحد بهذا الشكل حولناها بس الواحد بواحدة كتبناه بالبايناري بعدين حتى نلاحظ وناخذ بالنظر الاعتبار الاشارة السالبة حولنا الى الوانس كوبليمنت شفنا الرقم ما يشبه اللي عندنا سويته بالتوز كوبليمنت طلع يشبه هسه هادلو حوله بالاكسا ديسيمال زين شباب بس لو احول الى الهكسا ديسيمال احظوا من احول رأسا راح شي يصير عندي صير عندي هنا اف وهنان اف وهنان اف وهنان اف وهنان شنوه اف اكسا راح اسألك الناقص واحد بالعشري اتعادل شنوه بالهكسا ديسيمال اربعة فات اربعة فات عرفنا منين جبناها هسه خلي نرجع البرنامج مالتنا نرجع لي وين للبرنامج مالتنا شوف لاحظ اش كده بالناقص واحد شوف اش طلع Jason شوف اش طلع اللي ناقص واحد كم F أربع فات أسألك سؤال الأرقام السالبة برنامج ما تخدمه الامولاي قيمته hacer tos نحن decumentation وتبحث على بين موضوع indo Фx عن موضوع الارقام وكيفية تجعل دوكمنتيشن وشيك انت دور وين فتشي الى علاقة بكتابة الارقام شيك اين انا الى ان تلقي الطريقة اللي تكتب بها الارقام راح تشوف انه واحدة من هاي الدروس تكاتب لك بان الارقام تكتب بالتوز كوبلمانت وليس الوانس كوبلمانت او البت الاشارة واضح هذا كان مثال بسيط شوف خلينا البرنامج هو يعرفنه بياسي غدا يخلي بس مجاد هذا حولنا الى ناقص واحد العمليات الرياضية مالتسهلة اذا تقدر ترجع البرنامج لاصلة وتشوف فايل خمسة ستة سبعة اثمانة اشارة سالبة شنون حولها الى ما يقابلها وتقدر تتأكد واضح يا شباب اوه دكتور نشوف ستراح اصوي فات شيء خطأ بالبرنامج ونشوف يتقبلها لولا راح اخلي هنا عنوان اكثر من ميتين وخمسة وخمسين يعني مثلا هحط مثلا عنوان ثلاثمية اشوف ياخذه من عندي لولا اوكي راح اصوي دكتور هو المنفذ مالتنا حسرا مية وتسات هذا البرنامج مالتنا اللي هو ما يقدر يعرض لك الا على البورت واحد تسعة تسعة بس احنا نجرب بعش طلعلي قلي اكو خطأ ليش يقول اوت ثلاثمية اي اكس بي خطأ شنوه يقول فرست اوبراند اني يقصد بهذا العنوان اللي هو اللي ثلاثمية شود بي زيرو الى ميتين وخمسة وخمسين او لازم تاخذ نوان بالدي اكس خلي اسا اجرب اسا اني اريد بدل الثلاثمية راح اكتم مثلا دي اكس اشوفه يقبله واقول لي اميولايت ما طلعت لي مشكلة بس سنجلس انه فسنا دي اكس هو شغير ما حطي لقيمة خلي اخلي لقيمة للدي اكس قبل ما جناه راح اقول لي مووو المن الى الدي اكس وخلي فارزه واقول لي 300 تمام اكس اجي اساو اميولايت شف ما طلع عدي خطأ تمام ما طلع عدي ايش خطأ يعني سأل وك Arm 124 ااقول ليد دي اكس 300 من اصلا ان هذا اليعاز يأخذ المحتويات ويرسلها الي عنوان المكتوب Fitz والأميولايت ابتدئ شوف الرأيب الزمن بس من اجي اقول لأوت هقول لسنجل ستيب ما خرجي على هذا المنفذ احد يقدر يقول لي ليش ليش ما خرج لانه العنوان مية وتسعة وتسعين وان طلعت عليها عنوان على الثلاثمية اللي هو واحد اثنين سي شوف مبين واحد اثنين سي ما اخذ ثلاث خانات هيكسا ديسيمال يعني الاثنين ما تكفي الخانتين واضح معناتها مو ثمانية بيت اكثر من ثمانية بيت واضح اذا في هذا الحالة مخرج ليش ما العنوان مالتنا غلط زين هسا خلي اجرب مرة ثانية حسبت شغلة هاد العنوان راح همك يتبه مية وتسعة وتسعين بس هالمره اخذنا بال اي اكس يعني نفسها بس هستخدم الدي اكس شوفي نفذة لان نقل من مكينة ستخدمت المفروض اخذنا ستخدمت سوالي حاز الاول ثاني بقى سي سبعة اليوميو تسعة وتسعين نقلها المال لدي اكس ستخدمت سوى خرج لي بس لانه الرقم نفسه فما ما بيع عندنا فش راح ستخدمت ستخدمت مصفر ستخدمت البرنامج مانتي الاصلي ستخدمت ستخدمت لانه الرقم يبين عندي الواحس ثاني ثلاثة اربعة ستخدمت رقم مالتك اذا كان اقل من مئتين وخمسة وخمسين او ازياد من مئتين وخمسة وخمسين تحطه بالدي اكس ماكو مشكله بس اذا كان الرقم اكثر من مئتين وخمسة وخمسين مايصير تحطه مباشر لازم تحطه وين؟ بالدي اكس واضح؟ اوكي شباب واضح دكتور تقدرون هذا المثال تجربون عليه حالات مختلفة حتى تستطيع تفهمك الموضوع اوكي؟ اوكي شباب محاضراتنا هنا ان شاء الله تنتهي نوقف التسجيل اليوم مئت مرة تقطع لا اعرف لم